انطلقت اليوم بالمنامة بمملكة البحرين أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا للقبة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين التي ستعقد بعد غد الخميس ويحضر المغرب في هذا الاجتماع الوزاري العربي بوفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفراقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا وتم قبيل الاجتماع عقد سلسلة من اللجان الوزرية المعنية بمتابعة عدد من القضايا ومن المنتظر أن ينظر الاجتماع الوزاري العربي في جدول أعمال القمة العربية وفي مشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة